مرحبا مشاهدين، هذه أهم عنوين أخباري اليوم الجزائري حفظ دراج يفاجئ المغاربة بما قاله عن نجم المنتخب المغربي براهيم دياز بعد فوزه بذهبية أولمبياد باريس، المغرب سوفيان البقالي يحقق إنجازا تاريخيا جديدا والآن إلى التفاصيل لكن من قبل لا تنساش الترجمة من الفيديو، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش توصلك إلى اللول آخر الأخبار أعرب المعلق الريادي الجزائري المعروف حفظ دراجي عن إعجابه البالغة بالأداء الإستثنائي الذي قدمه اللاعب المغربي براهيم دياز وقد جاء هذا التعليق خلال تغطيته لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد حيث لفت دراجي انتباء المتابعين إلى مستوى المهارة والإبداع الذي أظهره النجم المغربي مما جعله يستحق تقديرا خاصا مقارنة بأسماء كبيرة في عالم كرة القدم وأثناء تعليقه على المباراة كان دراجي واضحا في مقارنة دياز مع بعض من أبرز اللاعبين في الصحة العالمية فقد قال لانبابي ولا فينيس جونر ولا رودريغو استطاعوا أن يفعلوا كما فعل المغرب براهيم دياز حيث أنه بهذه الكلمات كان دراجي يشير إلى أن الأداء الذي قدمه دياز كان فريدا ومميزا بل وأفضل من أداء هؤلاء النجوم العالمين في تلك المباراة كما أكد دراجي على أن دياز قدم أداء رائعا يتجاوز ما يقدمه العديد من النجوم في الوقت الراهن معربا عن تقديره الكبير للإبداع الذي أظهرها وفي معرض تعليقها وجه دراجي تحية خاصة لدياز قائلا أنت يا دياز ذكي ومميز يجب أن يتم تقديرك على هذا الأداء الرائع ثم انتقل دراجي للحديث عن وضع دياز في فريقه الحالي مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن يترك مثل هذا اللاعب الموهوب على دكة البودلاء وعرب دراجي عن استغرابه من عدم استفادة الفريق من قدرات دياز بشكل كامل وقال أمثل هذه الجوارة تترك في دكة البودلاء ووجه انتقاده إلى المدير الفني كارلو انشيروتي قائلا الحل عندك في دكة البودلاء يا كارلو لا تكن عنصريا تجاه وباختصار تعكس كلمات حفظ دراجي عمق إعجابه بالإمكانات الكبيرة التي يمتلكها براهيم دياز وتشير إلى ما يره من تفاوت بينما يقدمه اللاعب المغربية والفرص التي يحصل عليها ضمن فريقها وبعد إشادته الكبيرة بابراهيم دياز لم يتوقف حفظ دراجي عند هذا الحد بل استمر في طرح تساؤلات حول كيفية استغلال انشيروتي لمهارات اللاعب المغربي في الفريق وفي سياق تعليقها أشار دراجي لأن هناك عددا من الأمور التي تستدعي مراجعة دقيقة من قبل الجهاز الفني للفريق الملكي خاصة في ضوء الأداء الرائع الذي قدمه دياز والذي يبدو أنه لم يحصل على التقدير الكامل وأوضح دراجي أن قدرة دياز على التأثير بشكل مباشر على مجريات اللاعب وتشجيل الأهداف المميزة تعكس مستوى عالي من الاحترافية والموهبة وأكد أن هذه الموهبة الكبيرة لا ينبغي أن تترك على دكة البودلاء بل يجب أن تكون في قلب التشكيلة الأساسية للفريق الملكي وفي هذا السياق دعا دراجي إلى مراجعة الاستراتيجية الحالية للمدرب كارلوانشلوتي مؤكدا أن قرار إبعاد دياز عن تشكيلة الأساسية يحتاج إلى إعادة تقييم عميقة وأضاف المعلق الجزائري أنه في عالم كرة القدم الحديثة حيث يتم تسليط الضوء بشكل كبير على الأداء الفردي والجماعي فإن إعطاء اللاعبين المهوبين مثل دياز الفرصة لإثبات قدراتهم هو جثء أساسي من النجاح وأوضح أنه من الضرورية أن يكون هناك توازن بين الاستفادة من قدرات اللاعبين وإدارة الفريق بشكل يضمن تحقيق أفضل نتائج وأشار دراجي إلى أن عدم استغلال مهوبة مثل دياز بشكل الأمثل يمكن أن يكون له تأثير سلبي على أداء الفريق بشكل هام حيث أن الجوهرات الحقيقية التي يمتلكها دياز قد تضيها في حال السمراري على دكة البدلاء دون فرصة كافية للظهور والتألق وفي ختام تعليقها شادت دراجي على أهمية التقييم الموضوعية للأداء الفردي وعدم الانسياق وراء قرارات قد تكون غير مبنية على أساس الأداء الفعلي للعبين وأكد أن دياز يستحق كل فرصة للإثبات وأن الموهبة والقدرة التي يمتلكها تتطلب منحها الفرصة المناسبة ليكون لها الأثر الإيجابي المطلوب على الفريق وتعكس هذه التصريحات الشغفة العميقة لحفظ دراجي تجاه كرة القدم ورغبته في رؤية اللاعبين الموهوبين يحصلون على التقدير الذي يستحقونها وهو ما يجعل تعليقه ذقيمة كبيرة في فهم كيفية استغلال الإمكانيات الكروية بشكل نفضل حقق البطل العالمي والأولمبي سفيان البقالي انتصاراً لافتاً في سباق 3000 متر موانع الذي أقيم ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري الماسي في السليزيا البولانتية حيث كانت هذه البطولة هي الأولى للبقالي بعد فوزه بالميدالية الذهبية في نفس السباق خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي قيمت في باريس هذا العام وبدأ السباق بقوة بقيادة العداء المغربية عبد الرافية بوحسل الذي تصدر السباق منذ انطلاقها لكن ومع تقدم السباق انسحب بوحسل قبل أربع دورات من خط نهاية مما تحل فرصة لمواطنيها سفيان البقالي ومحمد دوفت للإستمرار في المنافسة وعند اقتراب السباق من نهايته اشتادت المنافسة بشكل ملحوظ بين سفيان البقالي والعداء الكينيئة مسترم لكن في الأمتار الأخيرة أظهر البقالي قوته وتفوقها حيث تمكن من حسم السباق لصالحها بتوقيت قدره ثمانية دقائق هو أربع ثوان وتسع وعشرين جزءا من الثانية إذ أن هذا الأداء يعكس مدى جاهزية البقالي والسمرار في تقديم أداء متميز حتى بعد تتويجه الأولمبي وفي المقابل كان البقالي قد أحرز نفس السباق في أولمبياد باريس ألفين وعربعة وعشرين بتوقيت قدر ثمانية دقائق وست ثوان وخمس أجزاء من الثانية أما العداء المغربي محمد دوفت فقد أنهى السباق في المركز الثاني عشر حيث قطع المسافة في ثمانية دقائق واربعة عشر الثانية واثنين وثمانية جزءا من المئة وتعد هذه النتائج دليلا قويا على المستوى العالية الذي يتمتع به سفيان البقالي ويبرز دورها كواحد من أبرز العدائين في العالم حيث أن الأداء الذي قدمه في السليزيا يظهر السمرارية براعتها وتفوقه في رياضة ألعاب القوى ويؤكد أن تتويج الأولمبي لم يكن مجرد إنجاز عابر بل نتيجة لعمل وجهد مستمرين وفي ظل هذه النجاحات يبدو أن سفيان البقالي يواصل تعزيز مكانتها كأحد أبرز الأبطال في رياضة الجاري حيث يثبت مرة أخرى قدرته على المنافسة والتفوق في أقوى السباقات العالمية أصولكم مشاهدين الكرام إلى هذه النقطة من الفيديو يشير لاتمامكم ومتابعتكم للأخبار التي نقدمها على هذه القناة لذلك لا تترددوا في وضع تعليق أسفل هذا الفيديو تشيرون فيها إلى أهم الأخبار التي تريدون متابعتها ونحن سنتفاعل مع كل تعليقاتكم